اشتركوا في القناة بما في ذلك توقيع ضوء LED على شكل Y على المصابح الأمامية والمصابح الخلفية ننتقل إلى داخلية السيارة قامت شركة داسيا بإجراء تغييرات أكثر أهمية مقارنة بالطرازات السابقة حيث اعتمدت على المواد ذات جودة أعلى وأنظمة معلومات ترفيهية جديدة وشاشة تعمل باللمس قياس من يابوسا تدعم نظام الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي ويمكن تجهيز لوغانداسيا بحامل للهواتف الدكية وتفعيل تلقائي للمصابح الأمامية ومحدد سرعة وأزرار تحكم على العجلة القيادة وتكييف هواء أوتوماتيكي جديد بشاشة رقمية وكاميرا للرجوع إلى الخلف وأجهزة استشعار الوقوف السيارة الأمامية والخلفية ومساحات زجاج أمامي تلقائي ومكونات أخرى وأهم من ذلك تم تحسين الرحابة الداخلية وحجم السندوق الأمتعة ومساحات تخزين بشكل أكبر على الرغم من الحفاظ على الأبعاد الخارجية إلى حد كبير آه ودركة ننتقل إلى المحركات على حسب المقالات والتصريحات من مواقع السيارات العالمية الموثوقة تخلت الشركة المحركات الديزل تماما وباتت هذه الطرازات تتبنى محركين يعمالان بالبنزين ومحرك يعمل على الغاز والبنزين المحرك الأساسي هو محرك ACO65 سعة 1 لتر ثلاثي الأسطوانات مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات بقوة 65 حيصان والمحرك الثاني DCO90 بسعة 1 لتر بشاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات بقوة 90 حيصان يأتي إما بعلبة تروس يدوية بست سرعات أو ناقل حركة CVT أوتوماتيكي والمحرك الثالث ECOG100 سعة 1 لتر بشاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات يولد قوة 100 حيصان مثبت على علبة تروس يدوية من 6 سرعات يعمل على غاز البترول الموسال والبنزين يبدأ سعر داسيا لوغان 2021 النسخة الأوروبية من 8400 يورو أي ما يعادل 135 مليون سونتين ولكن النسخة اللي يجي إلى إفريقيا أرخص بكثير عن النسخة الأوروبية أخي المواطن ما تنساش تقول ناريك في السيارة وفي سعر السيارة وفي الأخير دمتم في رعاية الله وحفظها سلام